اشتركوا في القناة بفق لمذكرة التفاهمة التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009 وفي هذا الصياق تم اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المنصرمة التي انعقدت في يبريل بموسكو عام 2019 ويذكر انه تم تأجيل عقاد المنتدى عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وفي ايطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية تم الاتفاق على ان تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الامين العام للجامعة العربية والاعضاء الثلاثة في ترويكا الوزارية العربية وكذا رئاسة القمة وستكون المشاركة مفتوحة ايضا في وجه الوفود الوزارية وستركز المناقشات والاشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربية وذلك وفقا للممارسات الجاربها العمل وقبل انعقاد الدورة السادسة يوم غد الأربعاء ستعقد لقاءات تنائية بين الوزاراء المشاركين في المنتدى اليوم وعشية انطلاق هذه التشاورات في منتدى التعاون العربية الروسية في دورته السادسة الذي ستحتضنه مدينة مراكش بالمملكة المغربية يوم غدين الأربعاء العشرين دجنبر الفين وثلاثة وعشرين بات في حكم المؤكد غياب وزير الشؤون الخارجية الجزائرية احمد عطافة وفق معالمته جريدة هيسبريسا الالكترونية من مصدر مطلع قريب من المجدريات التنظيمية للفعاليات واكد مصدر دبلوماسية لهسبريسا غياب الوفد الجزائرية عن اشغال النسخة السادسة من منتدى التعاون روسيا العالم العربية فيما يرتقب أن يحل وزير الخارجية الروسية سيري لفاروفا قدن الأربعاء لحضور فعاليات المنتدى ومقابل غياب جزائرية لافت عن هذا المنتدى قد يبرز حضور وزير الخارجية الروسية سيري لفاروفا الذي ينتظر أن يترأس وفد بلاده خلال اشغال المنتدى العربي الروسي بمراكش وسط ترقب لوفد روسي بارز خلال المنتدى لمناقشة التعاون المشترك مع عدد من الدول العربية على رأسها البغرب الذي يرأس دوريا الدور الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزرياء نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء